قريبا ستكون هذه السفينة أثرا بعد عين وستنقل أجزاؤها بعيدا عن هذا المكان وربما لن يبقى منها ما يكفي لحمل مؤنس لهذا الطائر الذي اتخذ بقايا زميلتها مكانا لبعض الراحة وسيظل هؤلاء الشباب مرابطين هنا يمضون يومهم بين هذه الخردة يبذلون جهدا مضاعفا لعادة أسرهم ونحن عون للدولة وعون للمواطن في إقصاء البطالة وهذه العمالة تشتقلهم ليد العاملة الموريتانية التي تقطع على الحديد وتصدر النواكشو وعدل من الحديد البناء هنا تتنذر بقايا ما كان بالأمس القريب هياكل لبعض البواخر التي ملأت المحيط صخبا فتحولت بقوة الإنسان الفلاذية إلى شضايا تنقل وسط رقابة محكمة من المكتب الجهوي للجمارك الموريتانية ليعادة تصنعها موفرة مواطن شغني للكثيرين ومشكلة جزء هاما من النهضة الشاملة في البلاد المارس وهذه المهنة التي تقطع هذه القوارب وهذه الخردة التي كانت ضائعة هذه الشاملة البواخر كانوا ضائعين ومتهالكين في نقرد البحر وكانوا يشكلوا خطر في نقرد البحر الحمد لله ترين نحن وناس بتعلن فتحوا مصانع موريتانيين وعادوا يعادلوا تكرير هذه الخردة ويمرقوا منها وحفزنا الحمد لله مولي المبادرة عدر في أخامة رئيس الجمهورية هؤلاء المنتديات العامة في قضية الأشقال العامة والبناء وهذا شاكرين في أخامة رئيس الجمهورية لهذه الفكرة وهذه المبادرة وحفزتنا وزينا عندنا مولي بيالي الحمد لله لا يتعطينا دفع وتعطينا قوة إياك نوفر هذه المادة لهذه المصانع وطالبين المولي من هذا المنبر على أن قدر التسهيلات تسهل منها هذه السلطات العمومية وإدارية في مدينة واذيبو من هذه الخردة المتناثرة يصنع مستقبل أجيال آمنوا بنبذ الاتكالية والابتعاد عن الكسلة لقناة الموريتاني عبدالله الزبايلة واذيبو